موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز أجر الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع نظره تونسي قيسسعي التبادل فيها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجزائرية وجاء في البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أجر اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه قيسسعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تبادل فيها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيين للبلدين والشعبين الشقيقين دوام العافية والهناء ومزيدا من الرقي والازدهار كما أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظره الموريطاني محمد ولد الشيخ الغزواني هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حسب ما أورده بيان لرئاسة الجزائرية وجاء في البيان أن الرئيس تبون أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية محمد ولد الشيخ الغزواني هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا له موفورة صحة ومن خلاله للشعب الموريطاني الشقيق المزيد من الرقي والتقدم من جانبه بادل الرئيس الموريطاني نظيره الجزائرية التهاني والتبركات متمنيا لشعب الجزائرية الشقيق المزيد من الازدهار والهنأ يضيف البيان جدد الرئيس والفنزولي نيكولاس مادورو التزام بلاده في الدفاع عن القضية الصحراوية وكل القضايا التي تهدف إلى التحرير وتقرير المصير جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفنزولي لنظيره الصحراوي بالقصر الرئاسي بكاراكاس وأكد مادورو أن موقف حكومته تجاه الشعب الصحراوي تاريخي وحاسم ومطلق حتى استكمال تصفية الاستعمار فيما شدد الرئيس وغالي على أن الجمهورية الصحراوية ستبقى منفتحة على حل سلمي وسياسي وتفاوضي لكنها في المقابل ستوصل المقاومة بكل الوسائل من أجل استرجاع سيادتها والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال أعلنت السلطات والتونسية عن توقيف 54 مهاجرا غير الشرعي من جنسية إفريقية بعد اجتيازهم حدود البلاد وذكر الحرس والوطني التونسي في بيان له أن قوته في كل من ولايتي القصرين وجندوبة تمكنت من ضبط 54 شخصا بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية بطريقة غير نظامية والإقامة بصورة غير قانونية مضيفا أن السلطات ستتخذ حية لهم الإجراءات القانونية اللازمة يشار إلى أن سلطات تونسية ألقت القبضة خلال الأسبوع الأخيرة على مئات المهاجرين غير الشرعيين في عمليات أمنية انتهى الموجهة شكرا لكم تبقى الوابط الالكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة